فانت بتقول ان احنا نتغافل شوية يعني ممكن بيبقى رصيده عندي ان انا قدي بس احنا السوشال ميديا بتقول لنا لا انت تدي بالحساب شوفي انا هقولي حذك على حاجة اذا لقيت اتنين مسكين الورق والقلم انا عملت وانت عملت اعرفي ان العلاقة دي مسرها للفشل لا يمكن دي للشراكة الوحيدة اللي ما تتحسبش والورق والقلم يعني اي شراكة في الدنيا ورق والقلم انا عملت انت عملت الا الزواج مبني على امر اخر خالص حتى لما تيجي تبص على الاية اللي ربنا شرع فيها الزواج لم يذكر فيها الحب يعني الحب على سبيل المثال ما تقلش في الزواج تقل مودة ورحمة فاش معنى يا رب ده الحب ده سبب رئيسي من ازبابنا اللي اتنين بيتجوزوا هلأ عشان الحب ده بيتغير يعني القلوب بتت الحب اصلا شيء لا يمكن ان يعتمد عليه الزواج واعتماد الزواج على الحب سبب من ازباب الفشل هو ده يقني النهاردة لانه خلي بالك الحب معدل حاجة طلعة نازلة طول الوقت واحنا كبشر بنتغافل انه الحب ده انا من الممكن ان انا اكون مش هقولك بقى زوجتي او هقولك لا اقولك اخويا صديقي صديقي حتى على سبيل المثال النهاردة هو حبيبي بكرة انا سمعت انه تكلم عني وحش الحب نزل شوي بعده جهة قال لي لا والله انا ما كنتش اقصد انت فهمت غلط الحب عالي تاني هو الحب مؤشر طالع نازل كده ولان الحب غير ثابت ربنا ما خلاش العلاقة تتبني عليه وكمان هقولك امر اخر انه الحب احساس داخلي ناس كتير على فكرة لما يجيوا يحبوا يفسدوا اللي قدامهم يعني ام تحب بناتها فتخليهم ما يعملوش حاجة في المطبخ فتطلع البنت تبقى مش نفعة في بيتها صح فييجي زوجها يقول حماته يقولها طب انتي البنت يقول له والله يا ابني انا حبتها اوي فدلعتها ونفس الحكاية مع الولد نفس الكلام ابن اب بيحبه اوي فدلعه جدا فالحب لا يشترط اسلوب معين في اخراجه ممكن تلاقي زوج بيحب امرأة اوي بس عصبي جدا كل شوية زعيق واشتيمة فتيجي تسأله بتام كده يقول لا ابا حبه انا بغير عليها جامت فالحب لا يشترط اسلوب في المعاملة يعني انت يا عمر يعني عمر المنتصر بيقول ان الجواز الناجح ما بيتبنيش اصلا على حب يا البداية على حب هو الحب شيء اساسي ولكن لا يبنى الزواج على الحب فقط عشان كده بنلاقي حالات جواز كتير جدا بيبقى بينهم حب افلاطوني وما ينفعوش مع بعض اول ما يتجوزوا يتطلقوا بعد شهرين وينفصلوا وهم على حب قوي جدا ليه بقى لانه ده الفارق ما بين الحب وما بين الود اذا قلنا ان الحب مشاعر داخلية تترجم او بتخرج بحاجة واحدة بس هي اخلاقي اخلاقي اللي اتخرج الحب لو اخلاقي سوية اطلع الحب ده باسلوب سوي واسلوب كويس احترم اللي قدامي واتعامل مع ابود لو اخلاقي غير سوية او عندي اي شيء في الباجراوند او في خلفية عمري اللي عشته غير سوية ابقى متخيل ان انا عشان بحب ابني اقسى عليه جامد او بحب امراتي لازم ابقى غيران بزيادة وابقى سيسايد اوي اما الود اسلوب فلا يخطئ الانسان في الود لو قلتلك انا بودك لازم يبقى اسلوب طيب ماينفعش نخطئ في الاسلوب فعشان كده الود ابقى واولى من الحب في الزواج اشتركوا في القناة